ازاي من زيت الالي المستعمل تعملي احلى صابون بجد ممكن تجربية عايز اقولكم الصابون ده بيجمد بالزبط بعد ثلاث ساعات سمعين صوت الصابون انا حبيت هنا اظهر صوت المقطع الاصلي عشان تشوفوا الصابون معاكم وكمان هوريكم كده رغبة الصابون ما شاء الله مفيش احلى ولا اجمل من كده ده كده يدوب بعد ما عد عليه يوم واحد وكمب الجمال انتو شايفينه ده اتمنى تتعموا الفيديو ده باللايك عشان وصفة توصل لكل الناس اكون شاكرا لكم جدا جدا نبدأ كده فسوطنا على طول ونشوفها نعملها مع بعض ازاي اول حاجة هنحتاجها مع بعض هو الزيت الزيت اللي انتو شايفينه ده ده زيت مستعمل اي زيت متاع عندك يعني مش شرط زيت معين خارص الزيت اللي هنستخدمه مع بعض ده عايز اقولكم كنت محمرة في فراخ كنتاكي وكمان كنت حطالها كركم فعادي جدا نستخدمه لحتى لو سيت سمك كل حاجة هنعليجها مع بعض وما هيبقاش فيه اي رحة نهاء هنبدأ نجيب الزيت بتاعنا ونبدأ نصفيه كويس جدا زي ما انتو شايفين كده ممكن تجيبه شاشة او تجيبه شراب قديم انتو مش هتستخدموه تاني عشان الزيت لما انصفيه ما يكونش فيه اي شوائب فانا بصفيه بالشكل انتو شايفينه معايا ده وبعد كده هنعير مع بعض اتنين كيلو من الزيت طبعا ممكن تقليل الكمية تعملي نص الكمية براحتك خالص طبعا لو ما عندكش ميزان هتجيبه اي ازازة مكتوب عليها لتر تمام وهتبدأ تعير الزيت بتاعك عادي جدا شايفين بقى شكل الشراب معانا عامل ازاي عايز اقولكم لو اي مصفة حتى لو ديئة ما بتطلعش كل الشوائب لانتو شايفينها دي دي طبعا بقى بيكون اصلا من البقصمات فالشرب بصراحة بيحجز كل ده وكمان برضا لو عندك شاشة او طرحة حتى قديمة تكوني طبعا مش محتاجاها او هتستخدميها تاني وتبدأ الصف فيها الزيت بطرين شايفاها دي كده خلاص انا هصفي بقى طبعا الكمية بتاعتي كلها عشان ما طولش عليكم وبعد كده ايه هنوزنها مع بعض كده خلاص دي او الكمية معايا طبعا لسه ايه هصفي بقية الكمية معايا الميزان بتاعي هبدأ اصفره بالشكل ده نحط الطبق بتاعنا وبعد ما بحط الطبق ببدأ اصفره للمرة التانية وهعاير كده معاكم اتنين لتر ايه من الزيت الطريقة سهلة جدا جدا مش هتاخد معاك وقت خالص واقول لك كل الاسرار اللي تخليه معاك ما شاء الله حلوي قوي قوي وهيجمد معاك بسهولة كمان من غير ما تضيف دقيق يعني وصفتنا النهاردة مش هنحط لها دي خالص هقول لكم ازاي يطلع معاكم بالجمال اللي شفتوه معايا في البداية كده خلاص انا حطيت كمية الزيت بتاعتي عيرت كده معايا بالزبط اتنين لتر من الزيت نشوف بقى الخطوة اللي بعد كده هنجيب معانا حلة وهضيف فيها اشر الليمون وكمية الليمون كل ما تكون زيادة كل ما يكون احسن تمام فهنحط جده كمية الليمون المتاحة عندك وهنبدأ نحط لها كده المية هنرفحها معانا على النار لحد ما تغلي معايا كويس جدا وبعد ما تغلي هسي بها لما تبرد تماما يعني ما ينفعش في الوصفة دي تستخدميها سخنة فانا استنيتها لما بردت معايا خالص وهبدأ دلوقتي ايه استخدمها معاكم الكوباية لانا هستخدمها معايا النهاردة معيارها 250 مليلتر فهنبدأ نعاير كده معانا كوبايتين من مية الليمون زي ما انتوا شايفين كده طبعا لازم نصفيها معانا مش عايزين اي شواب عشان الصابون نطلع معاك رايق وطلع معاك حلوة جدا فبعاير كده اول كوباية معايا بالشكل ده وبعد كده عاير الكوباية التانية كوبايتين من عصير الليمون وزي ما قلت لكم كل ما تزودوا كده اشر الليمون كل ما نتيجة تكون احسن انتوا عارفين طبعا ان اشر الليمون يعني عايز اقولكم فت تنظيف بجد رهيب هعاير كده الكوباية التانية انا حبي تعمل كل الخطوات قدامكم عشان يطلع معاكم مزبوط ما شاء الله من اول مرة عايرت بقى كده الكوباية التانية وصفيها كويس جدا بالشكل ده وكده خلاص مية الليمون جاهزة معانا تمام نشوف بها الاضافة اللي احنا هنضيفها بعد كده الاضافة اللي هنضيفها بعد كده هي البطاس او الصودة الكوية الصودة الكوية هنستخدم منها النهاردة 300 جرام الصودة الكوية بجيبها من محل المنظفات وطبعا وانتي بتجيبي يجيبي كده الكمية كو مزبوطة يعني هي 300 جرام بس لو هتعمل اثنين لتر من الزيت لكن لو هتعمل لتر واحد هتستخدمي طبعا نص الكمية اللي هي 150 جرام فانا استخدمت كده معايا 300 جرام وزي ما انت شايفين كده انا بقولكم المضرب اللي انا هستخدمه طبعا يستحسن مضرب يكون قديم او معلاء خشب المضرب اللي انا مستخدمها ده عايز اقولكم هو بس للمنظفات بس يعني مش بستخدمه في الاكل خالص فانت يستحسن تستخدمي حاجة ما كونش هتستخدمها طبعا ايه للأكل تاني كده خلاص انا ببدأ اقلب معايا وعايز اقولكم في المرحلة دي خليكم حارسين جدا هتلاحظوا كده في الكاميرا ان البخار طالع ليه لان البطاس او المادة الكوية بتطلع بخار اول ما منضيفها كده ايه على مية اللمون فاتخلي بالك البولة هتلاحظوها ان هي سخنة جدا ففي المرحلة دي هسيبها لما تبرد تماما يعني في المرحلة اللي شايفينها دي انا سبتها لما بردت بعد نص ساعة بالضبط بدأت اشتغل فيها يعني مش هنحط اي اضافات غير طبعا لما السودة تبرد معايا تماما دلوقتي هابدأ اضيف كده معلاء او نص من الملح وابدأ اقلب طبعا في المرحلة دي لو حاب تخضيهم في الخلاط مفيش مشكلة خاص المهم ان انت تدوبي الملح كويس جدا او طبع لو عندك هندبلندر برضي يبقى كويس قوي هنبدأ دلوقتي نضيف كده عليهم ربع كباية من الخل وابدأ اقلب عايز اقول لكم بس هو شروط نجاحه والتقليب الكويس طبعا انا كل ما بضيف مكون بقلب كده حوالي 3 دقايق وبفصل الكاميرا وبرجع ايه اوريكم كده ايه الخطوة اللي بعد كده دلوقتي هنضيف كده معانا عصير ليمونتين كبار ضيفتهم كده بالشكل ده واهم حاجة زي ما قلتلكم لازم الملح يدوب معايا تماما لو معرفتش تدوبي كويس قوي بيديك كده بالمضرب هتعمل ايه تغذيف الخلاط في المرحلة دي هنبدأ نضيف الزيت بتاعنا كمية الزيت اللي انا استخدمتها زي ما قلتلكم هي ايه 4 لتر فهنزله كده على ايه على 4 مراحل نضيف كمية ونقلب نضيف كمية ونقلب وزي ما قلتلكم مرحلة التقليب دي مهمة جدا لو ايديك هتوجعك ممكن تخلي جوزك مسلا يبدأ يقلب فيه مفيش مشكلة طبعا انا بالنسبة لي كنت بقلب مسلا لمدة دقيقتين واسيبه وارجع اقلب تاني يعني كل ما اجي دخل المطبخ اكون باخسل موعين بعمل اي حاجة بعمل الاكل كده انا طبعا حطها على الرخامة قدامي بابدأ يقلب فيه شايفين شكله ما شاء الله كل ما بضيف الزيت كل ما بيبدأ ايه قوام يتقلم معاي بس طبعا انا في كل مرحلة بسيبه شوية وبعد كده برجع له تاني في المرحلة دي انا سيبته حوالي ساعة هنبدأ دلوقتي بعد صعب الزبط هنبدأ نضيف له دلوقتي كده برسيل جيل وانا استخدمت النهار ده بريحة اللفندر ريحة اللفندر طبعا رهيبة حتى لو في الزيت ريحة سمك ريحة فراخ ريحة بتنجان مش هتلاقي لي اي ريحة نهاية بعد ما اضيفي ايه البرسيل جيل فهضيف كيس معاي بالشكل ده الكيس ده 8 و 2 جنيه عايز اقولكم التكلفة النهار ده بسيطة جدا يعني البطوص اللي انا استخدمته اوسط ده الكوية دي بعشرة جنيه ودي الكيس ده ب 2 جنيه كده بابدأ اقلب بالشكل ده وزي ما قلتلكم اهم حاجة مرحلة التقليل كما قلبنا كده البرسيل جيل هنبدأ دلوقتي نضيف معانا 6 معلق كبار من اي سائل موعين متعندك ويستحسن طبعا يكون ايه سائل كويس وايه ومركز وهبدأ اقلب بالشكل ده وبعد ما نقلب كده معانا السائل بتاعنا هنبدأ نسيبه كده من مدة ساعة وبعد ساعة نرجع له تاني ده كده شكله بعد ما عد عليه ساعة بس طبعا زي ما قلتلكم لما بسيبه من وقت للتاني بقلب فيه يعني كل ما ادخل المطبع بقلب فيه اقلبه كده دقتين تلاتة عشان يبقى قواموا بالشكل ده لها نحتاج خلاط ولا نحتاج هند بلندر ولا اي حاجة بقديك كده ومشاء الله بيزبط معاكو بيكون زي الفل ده القوام المزبوط اللي احنا هنصبه عليه اهم حاجة يكون عامل علامة معاك زي ما شفتي كده يعني يعلم كده في الطبق يعني المضرب كده واحنا بنقلب يعلم معاك زي ما شفتي كده معاك دلوقتي هنجيب اي صنية متاحة عندنا مش شرط صنية معينة خالص وحط فيها كسين واهم حاجة الكسين اللي انا حطوه يكونوا عكسة بقى وهنبدأ بقى دلوقتي اي نصب الخليط بتاعنا الطريقة سهلة جدا زي ما شفته كده بس اهم حاجة زي ما قلت لكم مرحلة التقليب يعني كل ما تسبيه في كل مرحلة من وقت للتاني تبدأي تقليبي فيه شايفين شكله بيكون عامل ازاي عايز اقول لكم ما تنتظروش اكتر من كده لان كنت لو انتظرت شوي هيبدأ يجمد معاك في الطبق مش هتعرفي الصبي بالطريقة دي بديله كده بس خبط على رخامة ولسه سائل عشان طبعا يطلع كله كوامه مزبوط ويطلع المقاس كل واحد وده كده شكله بعد ما عد عليه المفروض بعد ثلاث ساعات تبدأ يتقطعي لكن انا بالنسبة لي بصراحة كنت بعمله بالليل فانعزت شوية فكان عد عليه حوالي خمس ساعات لكن بعد ثلاث ساعات بالزبط وانت بتقطعيه بعايز اقول لكم السكينة يعني بتمشي كده سهل جدا جدا لكن هنا كان بدأ يجمد معايا شوية فبعد ثلاث ساعات بالزبط هتبدأ يتقطعيه هيكون معاك حلوة اوي اوي دلوقتي يبدأ تقطعه بالشكل ده طبعا انا بقطعه بالمصطرة لسبب واحد عشان يتلع كل ايه مقاسه مزبوط عندي لكن طبعا مش شرط خلص مصطرة انت طبعا كده بالنظر وتقطعين ما فيش اي مشكلة خالص وممكن طبعا تصبيه في اوليب سيليكون ووريكم شكله دلوقتي بعد ما صبيته في اوليب السيليكون شايفين ما شاء الله شكله عامل ازاي الله اكبر بعد ما قطعته الله اكبر عايز اقول لكم تحفى ده بعد ما عد عليه يوم واحد بس حابة تحطيه في صنية ماشي او تحطيه في الاوليب زي ما قلت لكم ما فيش اي مشكلة خالص شايفين شكله ما شاء الله ووريكم برضو الرغبة بتاعته دلوقتي ما فيش احلى من كده وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا وزي ما شفتوا كده معايا يعني ما كلفتناش حاجة خالص كل اللي اشترنانا من بره هو البطاص او الصودة الكوية وبرسيل جل وطبعا السابون بيكون عندنا في البيت واشر اللمون متاع عندنا في البيت يعني وصفة ما كلفتناش يعتبر اكتر من عشرة جنيه فيش بقى احلى والاجمل من كده كمية الصابون تشايفينها دي ما شاء الله كمية كبيرة جدا القطعة الواحدة شوفه بنشتريها من بره بكام وشوفه احنا عملنا كمية قد ايه الله اكبر اتمنى وصفة النهاردة لو عجبتكم وفيديو النهاردة استفدتم منه تدعموك ده بلايك وشير عشان وصفة توصل لكل الناس اكون شكرا لكم جدا جدا وطبعا لو لكم اي سؤال انا تحت امركم هستنى تعليقاتكم هرد عليها طبعا ايه اي تعليق بيجيني برد عليه اشوفكم اراخد ان شاء الله في وصفة جديدة ومع الف سلام